ايه فيكو؟ قالوا لي بتحب السلة شو ما عندكم بطولات؟ فتة عالموسم متأخر، بس اليوم بتدرب ليه لأس؟ شبك غرقانة بالتليفون يا بنتي؟ تعي لعلمك شكل خرزم نتسلم مع بعض اتطلعي فيه هون خرز ملون وانا شبي فيه دين خرز الملون؟ فاضلوا يا أولاد عملت لكم الطاست بالسلسة السلسة وجبنة؟ لا أروح جبلك جبنة ما في داعي، مو مشكلة خولة بتساوي طاست بالفرم مع اللحمة والجبنة روعة ما في قطيب منه ايه نعتبر هاي وشبة خفيفة للمسا وعلى العشرة حساوي لكم فطاير فطاير لحمة؟ طالع على بالي مثال او خجلانة احكي اه رحساوي لكم صلطة مع الفطاير، هيك خضرة وليمون اوتي منيح اه وبعدها مناخد بزر ومنروح منعود على الشط ومناخد الغاز لنساوي شاي اه وعمة مرتضة بيجي معنا صح طولاي؟ طبعا منلعب بالطابة ومنتسابق كلنا ايه عزيزة؟ لك ايه طبعا منلعب شلكة ومنشمها ونضيف جنب البحر انا بدي القطار الكبير تبعي، اختي القطار تبعي وينو؟ رح اجب له ألعابه لحبيبي عصومة اوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو بدي سيارة تكون بتمشي لحالة معلش اسمه وانا كمان كان بدي شوف المبارات بس شو بدي ساوي ما في نت هون حبيبي شغلك التلفزيون وبتشوف المبارات احنا ما بيزعجنا الصوت ما هيك ما بيمشي حالو هاد بدو نتو كافل خلاص مو مش تليه وشاشته صغيرة ما حلو اصلا ولا يهمك هلأ بشوفه على التابلت ليلاص ردي على تليفونك مين عم يدق بي هالوقت؟ ايبا كل الشي بتدق اللي مين؟ ردي رح يفجر التليفون مو ضروري لانه عم تدق فيديو كمان وما بدي افتح لفيديو وشوف المكان هون واذا شافته شو بيصير؟ مو لانه بصير شي بس لما تشوف البيت ما رح يقدر بررله ليش حتى تبرره ليش هدا مالو بيتك؟ نعمل جاتو مع بعض؟ شو رأيك حبيبي مش تهي جاتو؟ مش تهي بس اهم الشي انكم تعملو مع شوكولات وتكبرو تكره معينك منساوي مع شوكولات منساوي موزايق طولاي موزايق؟ قوم نساوي القلب لك ممتاز فيكو انت كسر لنا البسكوت حبيبي بدنا الكل يشتغل معنا يلا يلا قوم خالتو بلها يلا الله يوفقك يلا ليلا سقومي كيف بدوا يوسعنا المطبخ؟ اف امشي عصومة شبهون الأولاد هن الليش عم يعملوا هيك؟ إذا تعوضوا على الحياة المدللة كيف بدون يسمعوا كلمتها؟ مساء الخير؟ شو الأولاد اللي بول عنا؟ شو شبه والشكل؟ ما في شي ما في شي ضربوني بالطابة بالغلاط مو أكتر فوت جب لك تلج؟ لا لميس مو شايف الجرح صغير عقمته بالجامعة ما في شي طيب معشي؟ كيف أكلها؟ أه؟ بععدلي لأشوف مساء النور أخي شو هالمنظر؟ طلعي فيني؟ بلق شو صاير لو شون هدول؟ حساسية ايه بسيطة خد عليك أحسن ما أضربك خير شباب غرقت سفينتكم بالبحر الأسود ولا شو؟ البيت غرق فيون هالمرة كيف يعني؟ ما بطلو نأمل لما بلشنا أكل لا مين عميناء؟ بس لأنه ما في مي بالبيت وأنا بحب اتدوش قبل مانا بسيطة خلص المي تيجي بعد ساعتين أحمد نحنا كيف منقدر نوصل الانترنت على البيت مو صعبة مظبوط؟ فيكو بدو انترنت لك أنت شو بدك من الانترنت يا أزمك؟ فواتير الكهرباء ما دفعناها لنجيب النيت لا أنا ما بدي بس لميس أصرت فيكو شبك لازق فيي؟ ما ضل مكان لحط إيدي؟ أنا ما دخلني شو بدي أعمل إزا الطاولة صغيرة؟ بلاس تعي عادي محلي أنا بدي يوم أكيد شبعت أخي وين هلأ بدك تروح؟ أنا كنت مواعد رفيقي مشان نكتب وظايف اليوم وقلت باخت له هدول معي جد عم تحكي؟ قولك بحياتك ما كتبت وظايفك خير شو فيها؟ الله يبارك باللي خلاه يكتبه خلص تركه بحاله للحلو صار شب ما شاء الله يلا روحك مات بالتوفيق والنجاح سلام بخاطر كون ليك حكمات؟ نعم إذا ما لقيتنا بس ترجع بتلاقينا عشط مو اتفقنا نطلع نتمشى؟ لأ كان أختي خلينا نتصل مع عم الشوفير حسين ومنه بياخدنا على المنتزة آخر مشوار رحنات يعني ولا أروع اي والله وفي واحد ببيعي كريب ولا أطيب من هيك جنب المنتزة اي والله ما يتحق والله شو رلالي بيحطوه شغلة؟ لم يسأنا مع شي شو وصتكم؟ من لما وصلوا على نفس الموال؟ شو هذا الكريب؟ ما علي شي بيتعودوا أحمد بس كم يوموا بيتعودوا؟ ما فهمت بس نحنا ما رح نضل هون ما هيك فيكا؟ عنا وظايف في البيت ولازم نرجع؟ اي ما فينا وبكرة لازم نرجع مهم؟ حبيبي هذا البيت بيتكن فهمت؟ وهذا الموضوع تسكر رح تضلوا هون خلص ومعت فيه رجع الهنيك انجد؟ كيف يعني؟ حبيبتي يعني لما يكون في عطلة وما عندكن دراسة فيكن تروحوا لهنيك كم ساعة وتغيروا جو بس مرجوعكن على البيت لهون لأنه هذا بيتكن وهذاك لا اتفقنا؟ لا ما اتفقنا أنا ما رح أضل ببيت ما بتزل فيه المي وانا كمام ما بيضل هون أصلا ما في شي هون لم يسأله وفقت رجعينا لهنيك ايه بختي شو مش عم هدرستنا؟ عم ناخد دروس خاصة بالإنجليزي شو عم بيصير جوا؟ والله أيما اللي قيامي عنا يلا يلا فوتوا بلك بدي جيب الفيتين لعندي أنا شلوم تجيبها على البيت هاد؟ ايه خلاص ارجعوا لمدرستكم الأديمة وجيبوا رفقاتكم لإدامة على هذا البيت كمان أنا عندي مدرب سلة خصوصي بيدربني رح أخذ منحة وسافرة أمريكا وبدأ يصير محترف أحمد ليش عم توقفوا بطريقنا حبيبي وهون في فريق لسا لو كنت مشترك فيه من شو بيشكي يا أخي هون بدي انترة ثلاث ساعات لتسخن الماء وما في عندي غرفة خاصة فيني هون خلاص أختي أنا ما وعني ضلوا هون بهاد البيت أبدا بدي روح على بيتي هون ما في مسبح ولا نيت ولا في شي لما يسمي شان الله رجعونا وشو مشار رفقاتنا عيد ميلاد رفتي آخر لأسبوعه أنا معزومي وبدأ يروح اي اي خلصنا بقى خلصنا هذا بيتك وبيتها عم تفهم ما ربيتوا بالمدارس الخاصة ولا كان عندكم قوة خاصة كله هذا ما كان عندكم ومن اليوم ورايح رح تنسوه بس هل يصار فيه لا تنسوه أنه أنتوا ولدتوا بهذا البيت أنتوا تلاتتكم ولدتوا هون أحيانا لحممكم كنت أحمل ماء بالسطن إذا عاشتوا يومين دلال بتصرعوا راسنا هالموضوع انتهى والسكر هذا البيت بيتكرو بس فهمانين؟ وهذا آخر كلام عندي إذا الفجرتوا من البكة أصلاً أنت ما بدك يا أنا نكون مبسوطين امشي يا سموت أحمد روح شوفه نحل المشكلة وإلا يا بقتلون يا راح يجلطوني هالمرة طيب أختي بس أنت روي لاو عميبكو كمان لنس قومي حبيبتي خلينا نطلع شوي لبره منشم هوا نضيف طلعي فيني وحكي معي حبيبتي ما سمعتش لون كانت عم تصرق علينا يا أحمد نحنا ما صوينا شي غلط فيكو لم يسكل شي بالدياب الآخر هو مصلحتكم مفهوم؟ معقول تكون هون مصلحتنا؟ معقول؟ بديانا نعيش هون مثل المساكين بدون ما يكون عنا شي؟ ما بديانا نقدر نروح للمكان ولا نشوف شغلات حلوة؟ هي ما بديانا يكون عنا أحلام؟ برايك أنت هدو كلهم مصلحتنا أحمد؟ يعني أنتو ما بتكوني إيانا أنتو مبسوطين؟ أكيد بدنا فيكو أكيد وما بدنا تنخدع مفكرين إذا عشتوا بهيك أسر صرتوا أغنياء ومشهوري؟ هذا المكان اللي راح ترجعوله بالنهاية ما تنسوا له الشي لا ما راح نرجع له خالته ملك بتحبنا كتير ومستحيل تتخلى عنا أبدا الخالة ملك مريضة للاس؟ ايه؟ وممكن أنها تموت حتى لو الخالة ملك أكيد فكرت بالموضوع وهي مستحيل تتخلى عنا ملك بتكفيها هموم المرض تبع للاس وأكيد راح يرموكن أهلا ورح ترجعوا لهون ساعتا عم تفهموا؟ واخدكن لميسك الهمة إنه تحميكم بس بس إحنا مو محتاجين حماية من أصله يا الله عرجبك يا تولاي على هالحكي هاد؟ لأوابي عامل لي سوبرمان وأنا يلمون ما أدر إيمتم يا لميس انتي ليش مهتمة بأبوك هلا؟ هادا فكري قليبول مين بيخلي يفهم بالكلام؟ شو بدي أعمل معون يا تولاي هلا؟ كيف راح أخليون يضلون عنه؟ أنا حاس حالي غريبة عنهم عن جد؟ قال كنت خايفة مؤسسة الرعاية يجوا ياخدوهم ما كنت بعرف إنه رح أخسر الأولاد بس مشان فيلا فيها مسبح لميس لا تتشاقمي هيك هادول الأولاد بيضلوا تر بايتك انتي وقلبهم طيب كتير هلا هادول الأولاد اللي أنا ربيتهم يا تولاي لك بيتهم ما أتعجبهم هلا يا عمري المصايب اللي مرت علينا تجاوزناها كلها وهي مثلون إن شاء الله بس برأيي انتي أصل كلها موماك بدر انتي ما قدرت تعيشي حزنك عليه منيح مشانك عم تتفششي بكل هادول الشغلات هلا شو هالحكي هاد شو علاقة بدرب اللي عم بيصير؟ كيف يعني ما له علاقة؟ إذا نحنا لهلأ لستاتنا مصدومين لميس وانتي عطول مصرها تكوني قوية لك الله ياخدني لحتى أرتاح منه ومنها السيرة بقى لك أنا ما عدت خالني فيه فهمية ما شفتي بعيونك اللي مصيبة اللي أنا فيها؟ ليك أحمد؟ على فكرة أنا لازم لاقي شغل بسرعة منشان أقدر جبلهم انترنت وشو ما بيزمهم على هذا البيت؟ ايه؟ وشو منشان مدارسهم بيقدروا ياخدوا شي منحة منه؟ لميس هالموضوع مو بها البساطة عم تحكي عن تلت أولاد انتي أحمد أخذ منحة بالجامعة لأنه كتير زكي يعني المنحة بالأصل مولى مين ما كان مو مصبوط؟ طيبوا المدرسة الخاصة قديش ممكن تكلفنا؟ يعني بتوقع تقريبا شي ستين ألف ليرة بالسرعة لا معقولة؟ طبعا لميس الموضوع مانو بحيث سهولة أنا يلي عم قوله رقم تقريبي هلا يعني ممكن أكتر وممكن أقل الله لا يسامحك بس يا بابا الله لا يسامحك أنا شو بدي أعمل هل صباح الخير لقوين وحكمة؟ أنا بعته على السوق مشان يجيب غراض للغدا لكن الشاي على النار شوي وبيجهاز انتي كيفيك أكيد ما نمتي للصباح ما هيك؟ اللي شلون بدي أقدر نام؟ شو بدي أعمل مش على الأولاد؟ طلع تضوء أنا عمفكر وما عرفت شو بدي يساوي صار معي متل المثال صحيح لا تقسم ومقسوم لا تاكل شو بدي يساوي والله ضايعة؟ شو طالع بإيدك تساوي يا لميس يعني تركيون يروحوا خلاص إذا بيضلوا هون مستحيل ترتاحي كيف بدي يرتاحوا أنا بعرف أنه هن مو مرتاحين بالبيت ايو ما في أمل يرتاحوا أحمد معه حق ما شفتي طلباتهم؟ تركيون طالما في فيلا ما رح يهدى بالنا خليون يتعلموا كيف لما يأكلوا كف من أبي يجوا لعندك الظاهر غيابي يكبركن معك حق أنا رح أمشي هلا اللي وين لسا ما فطرت؟ عندي مشروع عملي وما بدي يتأخر عليه هلا باكل شي على الطريق عادة المهم أنك ما تضل المس على لحم بطنك لا شو هذا الحكي ما بعملها يلا خاطركن يلا سلامة مع السلامة لميس يلا حبيبتي يلا قومي خلينا نحضر الافتور مع بعض وبعد أخدي الولاد ورجعيهم لأبوهن أحمد معه حق لعناد ما بيربي حدا شو عم بيصير؟ شو عم تكون عرس بالحارة من الصباح؟ ايه؟ ها؟ أحناك هاه 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 لك يا أخي فهمنا وسمعنا سمعنا شو صر لك صلاتنا؟ شو إذا بدون يروحوا ما في مشكلة شو يعني؟ أنا ما في نقشبروا نضلوا عندي بيلاس بيلاس قومي بسرعة بابا أجى يلا إذا بسحن ياخدنا على البيت؟ والله نفدنا من نون يلا قومي ضب الشناتي عصمو قومي يلا بابا أجى ياخدنا عصمو إجي بابا يلا قوم إختي لم يسوينا يلا بس بالعطلة بتجوا لعندي إيه؟ وبتقضوا نهاركم طيب ماشي تمام تمام بسمعوني منيح قوعكم ما ترحوا عالمدرسة كمام مشان حساسية بسيطة حتى لو بابا قال لكم لا تروحوا ولا تعتمتوا على خالة ملك لأنا مريضة ومشان مدرستكن انتو بتنتبهوا للدراسة تمام إختي يلا حاشتك ممنوعات من الصبر على ماء الله يلا خلصينا لا تنسوا انه نحنا عائلة وحدة لو شو ما صار تمام؟ هالشي ما رح يتغير وين ما كنتو عايشين تفقنا؟ طيب اغتيت نحنا صار لازم نروح يلا باي باي اوكي يلا منشوفكم بخير منحبكم نتير باي يلا يلا دقيقة بس عصومي اه اوبا يلا راح ااخدكم على المسجد عصومي حبيبي يلا يلا فوت لاشوف يلا حبيبي وطي راسك وطي راسك اوبا برافو عليك فويت رجليك يلا طلعوا سوء بسرعة يلا موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى اشتركوا في القناة 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 لأ لي لأس شبكي يعني مو رحتوا وانتو زعلانين كتير ولهيك اجيت لأتطمن عليكم كمان جبت لكم معي اكلات كتير طيبة مثل ايام زمان يعني ما نجزعلاني منه وليش ازعل منكم يا عمري انت معقول انتو روحي وكن شي بحياتي معقول ما اتمنى لكم حياة احسن من حياتكم هديك وما انبسط لكم لأنكم مسجنين بمدرسة حلوة مثل هاي عم تحكي جد ولا عم تتمسخري طبعا انا عم بحكي عن جد معقول اتماسخار ورح حاول قدمع فيني مشان تكفوا دراستكم بهيك مدارس بس اصحكم تنسوا هاي الحياة ما دائما بتكون متل ما منتمنى مون يعني رح تاخذينا من هون وليهيك عم تقولي هالشي لك شبكي مو هيك قصدي للاس بس انتو بتعرفوني وبتعرفوا انو ما عندي شي ورح حاول اكيد انكون تضلوا هون ماشي اختي رن الجرس فيكم اختي رح الفوت بنشوفي طيب رح تجو بالعطلة لعندي ما هيك اختي ما فيني اجي في عنا بطولة هلأ والهيت رح يكون في تدريب وانا عدي درسه صلصية ورح داون طيب خدوا الاكل عالقليلة لا جابي معك اكل في مطعم بالمدرسة كثير مو انت على طول بتقولي انو نزل على السوق حلوة لما نكون ستوا هيك بتصير انت الاختلة الكبيرة وانا اللي صغيرة ومن تفتح البسوق شبر شبر انا متاكدر رح تنبسطي يا الله فكري شلون رح نعمل عرسة هنيك شباك لا تعمل هيك لو سمحت رح تنبسطي بكرة بتشوفي انتي لا تعكليهم طيب هالحارة صغيرة شلون السيارات رح تمر بس فهموني ولا يهمك يا ملاكي لا تشغلي بالك بكفي تقولي ايه وترك الباقي على زوجك وانا بحلة والله لسكرلك الحارة كلها بوعدك معولة ما نسكرها كلها بعدين مورا يقال عجئة العرس وكل هاي التحضيرات فكري لا تعملوا هيك لو سمحتوا لا تفكري بهذول الشغلات نحنا رح نحل كل شي رح نجيب فستان العرس ونعمل شعرك ونكياج ونشيري تياب لنا صدقيني رح تنبسي كثير والله خده طيب اسمعوني منيح روح نزلوا ع السوق فورا جربوا تيابوا بدلوا تيابوا مبسطوا كتير ولا حتى تمنوا رجعوا ايه طيب والعزايم كيف بدنا نعزم العالم باخر لحظة فكري شبك ولا مو ظابطة مي بدك تعزمي بس قليلي انت مين مي بدك يجو انا بروح على باب بيته وبعزمه بي ذات نفسي انت اصدق عن عائلتي مظبوط ايه لا بلق رايبيني ما رح اقدر اعزمون هلق شو بدي يقلون والله قبلت ورح نعمل عرسنا رح عاملك ارسم طا طبي كل حياتك ما شفتيه ولا رح تشوفي احلى منه ابدا مع الطابل والزمر والعراضة ورح نرس هيك ونتسلى للصباح يلا وشوكلا والكيت والفطاير كمان ورح يحكو كل العالم بالعرس طبيعنا يا روحي وانا كمان رح اضرب ع الطابل لحتى تخلاص الحفلة بكلا بتشوفي انتوا اصدكم انو رح نمبسط كتير مو بس رح نمبسط رح يطير عقلنا ايوه ايوه خلاص لازم نروحها السوق سوا انا ما بعرف شو بيلبسوا هنيك وشو بيعملوا ما بتصير عالكي بالخانة لا تاكرهم هاد الشي اللي كنت عم بحكي فيه من شوي انا بحل القصة خليه علي ايه ايه طيب خلاص سهلا ايوه يا الله يا خالتش انك طالع حلوة بلا وانتي بتاخدي العقل لا مو صحيح عيوني صغار وصحبتها مو حلوة ما بحبون هيك يا الله يا خالتو لو كانوا كبار هيك كانوا طلعوا احلى ورموشي اصاري كتير كمان يا روحي انتي بتجنني طيب تسمحيلي حط شوين من هاد معقول تسألي يا روحي طبعا مو اللي بقلي معه طعي طعي لكي كيف بيحطه روحي شوفي يعني صرت متلك معي صرتي احلى يا روحي يا الله يا خالتو طلع بياخد العقل طيب ليكي اذا حطيت شوين من هالشغلات عادي لاني الساعة صغيرة ولا لا عادي شو ما بدك كلهم فيكي تستخدميهم وكمان هاد عرس بابا مو اي طبعا حطي شوية مكياج لليلاز اينا يومي ما بدكي تستخدميه موسيقى ايوة تاني غيرها ما بتعب فوها الله يتمم عليك يلا يلا اطلالواقفين انا رح شوف تولاي ايه طيب نحنا هون مرحبا كل شي تمام اه اه قولولي ضيفوكم لمناضع وشي لا ترواوا عطاشكن انت ما في منك يا حبيبي قديش محظوظة فيك انا انا محظوظ فيك يلا بيجي بعد شوي ايه يعني ايه بصراحة لازم اشتغل بشي مشروع جديدي طالعلي مصاري كتير مشان المدرسة الخاصة لأخواتي وقالنا رح اخسر انو ما في نجازة في هذا الشي وعم فكر انو نشتغل كلنا مع بعض يعني اصدق انك تشغلينا معي ونحنا نطالقلك مصاري موهي يعني كلنا رح نطالع مصاري اكيد ما رح تكون الي لوحدي كلكم بتعرفوا انو بستخدوا المصاري من محمود رح تصرفوا بيوم واحد صح حكي اما اذا عملنا هالشغل اكيد رح يصير عنا دخل كل شهر ايه شو رأيكم يا بنات والله انا لازم ااخد مصاريه لانو محتاجتهم وفي عندي محل فاضي صراحة ما عم بستفاد منو حتى اني مو مقجرتو فيكن تستخدمو لشبك طبعا لكن هالشي حلو كتير انو ما نضطر ندفع اجار ما هيك برابو عليك يا بنات والله انت طلعتي عم تشغلي مخك مصبوطو عم تفكري صح ايه شو رأيكم انتو رح شغل المصاري وخلي جوزي يهتم بالبيت انا قاعد لا شغل ولا عملك وانا كمان معكم ورح ادخل بالشغل وخيرا انا على خير ان شاء الله تفانا سيدي مقارد اه 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 دي ميط اه 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 تشمال الاسم اه 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 شلطين بخدر شلطين بخدر شلطين بخدر كبش زجو شوفي قديش طالع العروس ثلو اه اه نعم شمن مأ komt تسرוף شلطين نعم ضربة م todas عرة ِ موسيقى 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 أعدك ساعد للشفرة موسيقى 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 أدوث موسيقى موسيقى 这么说 يجب أن أخذ العرس ان تضح للمكياج موسيقى هكذا لن تخذ للمكياج موسيقى 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 إمتبعي اللهم شكرا الديني صحيح السلاح طمام صغير 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 شاك 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 بطين بكر بط 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 هالله انت مجنون فكري طبعا رجلون فضحان مو هاد الشي اللي خلاكي تتزوجيني من الاساس استنين شوف كيف بحي غاروك شنون فكري بتعرف على كل هالنسوان الحلوين وانا شو بيعك اكيد فين وشي طريقة شو دخلي يعني اسماعيلي لاس بلش صبري يخلص وانت بتعرفيني التنصار برا ونحنا هون ناطرين مو انت هلا كنت عم تقولي ما رح تخليني اطلع وانا حاطة هالمكياز عوشي لكني قاعدة هون يلا ريلاس يلا اختي تعاي معي يلا تعالي تعالي لنمسح المكياج وننبسط كل ياتنا بالعرس مع اهلنا يلا عطيني هالتليفون عطيني هالتليفون عملك لميس استني استني شوي البنت مبسوطة وما بتعرف شو عم تعمل روئي صح انت طالعة حلوة كتير بس هالشي ممناسب لعمرك لا تزعلي اختك يلا يلا ليلاس تمام ما رح يمشي الحال بعرف ما رح تتركوني قاعد لحالي ولهيك رايح الى قاعد بسيارتنا وقفي ليلاس عملك وقفي فهميني شو صاير لك ليش هيك عم بتساوي فيني شو هالتصرف ما رح امسح المكياج اختلي لاني شايفته كتير حلو لميس لا تعصبي مو شايفة لساتا صغيرة وما بتعرف تتصرف لا مو صغيرة ولا شيء مو شايفة للا ما عليلك شو صاير لك اه هي اول مرة بشوفك عم بتساوي هيك معي خلينا نحكي فتحي بسرعة شو نعدو خوض هيلة شوف انا جبتلك اياها بيدي يلا شوف عنديش رح تعجبك يلا شربه ودعيه يلا طلع فيه شو صليك؟ شو القصة؟ انا دركت الولاد معك خمس وشور بس تهمني شو صر لهم ليش تغيروا هيك؟ ليش يبعني الولاد بلا باسعد يوم بحياتي جاية عكريلي مزاجي شو صلك انتي؟ بما انك اخدتهم انت لازم تحتم فيها شو مو شايفة حطة مكياج متل لك معرمو حلوة شو مو طالع حلوة انا شو دخلني؟ احكي مع مرت ابوعو هي بتفهمها مو انا بس هالمرة مريضة مريضة بعدين شو بيفهمها بالولاد ازا ما عند اولاد؟ مو صح هالحكي هي بتفهم كتير مني بعدين هي دكتورة اللي تكوني انتي بفكرة حالك افهم منها لسا البكالوريا مقدرتي تاخدية يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الاختارات لتكون اول من يشاهدها موسيقى